السلام عليكم إخوانا المهندسين المنصبين والجميع في أنحاء العراق منرحب فيكم معاكم مهندس محمد خليل سعيد جدا أنه أكونوا إياكم وأعرفكم الآن بالمنتجات الجديدة ومثل ما تعودتوا على منتجات LG الرائدة في التكنولوجيا والتي بتطرح كل شيء جديد بما يتناسب مع السوق العراقي ومتطلبات أهلنا في العراق فبهذا الفيديو راح أشرح السبلة الجديد والميزات هذا السبلة الجديد اللي راح تنال إعجابكم مثل ما نالت إعجابكم في المنتجات اللي قبل في هذا الفيديو راح أعرفكم بشكل مبسط وسريع ايش فيه اختلافات بهذا الجهاز عن جهاز اللي ما قبله 2022 أو ما قبل كلهم انفيرتر لكن في 2023 تم تصميم فكرة جديدة وهذه الفكرة رائعة راح تنال إعجابكم هاي الفكرة مرخصها بتحكي عن التحكم بالأمبار التلقائي على سبيل المثال الآن احنا عنا في المنزل مصدر كهرباء هذا مصدر الكهرباء اللي هو وطنية أو مولدة اللي هو البلك اللي انتم متعودين عليه في البيت اللي ممكن تشبك عليه أي جهاز كهربائي في حال كانت كهرباء وطنية موجودة بيشتغل في حال فصلت كهرباء وطنية بعد شوي من ما تشتغل المولدة راح يشتغل الجهاز الآن هذا الموضوع بسببه كان انطرحت فكرة التحكم بالأمبار بحيث لما تشتغل المولدة تنصب على دقم مال الرموت على أمبار يتناسب مع اشتراك الأمبار عندك لكن في حال انقطاع الكهرباء ورجعت عودة الوطنية مرة ثانية والجو حار انت بحاجة لا ترفع الأمبار حتى تاخد برودة أعلى لأنه بالمولدة عندك حدود بالأمبار لكن في الوطنية معاك مجال أكثر في الأمبار لكن بسبب الستينج انت كنت تحطها أربع أمبار يبقى الجهاز على هاي سيتينج أربع أمبار هاي الآن الجهاز الجديد حل هذا الموضوع وأعطاك ميزة يخليك إذا كانت وطنية هو لحاله يتحسس أنه في كهرباء وطنية زي ما انتوا شايفين الآن راح أشرحها بالتفصيل وفي حال انقطاع الكهرباء الوطنية مباشرة الجهاز يتحسس ويفهم أنه الآن فقدت مصدر الكهرباء الوطنية فيغير الأمبار موت تاعه على أمبار أقل بما يتناسب مع اشتراك المولدة مالتك عندنا الجهاز هذا اللي انت شايفينه أمامكم اللي أنا أستخدمه الآن للعارض وحتى أشرح لكم على طريقة الربط والنصب الصحيح هذا الجهاز واحد طن حقيقي طبعا هذا الجهاز T3 Tropical الجهاز برضو في عنا الطن ونص والطنين اللي انتوا تعرفوهم لكن بالمزايا الجديدة شرحت لكم عليها وبرضو عنا جديد جداري ثلاثة طن هذول الأجهزة الجديدة كلها بخاصية التحكم بالأمبار وهاي خاصية التحكم بالأمبار فيها اختلافات عن الأعوام الماضية وعن التحكم بالأمبار اللي انتوا تعرفوه لأنتوا تعرفوه كثير منافسين بيستخدموا التحكم بالأمبار في نسبة وليس أمبار حقيقي بحيث انه اللي عنده اشتراك مولد معين إذا حط على نسبة 25% أو 70% أو أعلى أو أقل قد لا يتناسب مع اشتراك المولد اللي عنده لكن في الأجهزة الموجودة أمامكم في تحكم بالأمبير دقيق ضمن رينج معين مكتوب واضح فأنت من البداية تقدر تستخدمه بالشكل اللي يتناسب معه فعلى سبيل المثال الآن على كل جهاز راح تلاقي هون استيكر وورقة محطوط عليها كل قدرات الأجهزة اللي فيها هاي الخاصية بحكيكم عليها اللي هي واحد طن واحد ونص طن واثنين طن وثلاث طن جداري وتحكم في الأمبير اللي فيها الدرجات اللي فيها وكل درجة كم أمبير قبل تعودتوا أنتوا في الجي على أربعة ستة ثمانية أمبير لكن في الجهاز هذا الجديد تم توسيع هذا المدى حتى يتناسب مع متطلبات السوق العراقي ومع كافة أنواع الشرائح من الناس فصار فيه عندنا أمبير أقل من أربعة أمبير صار عندنا اثنين أمبير ثلاثة أمبير أربعة أمبير خمس أمبير صار فيه عندنا ست درجات في كل جهاز صار عندنا ست درجات هاي الدرجات مرقمة بستة لفل الواحد لألستة لفل واحد يعني أقل درجة اللي هي اثنين أمبير مثلا بالطن زي ما انتوا شايفين هون وأعلى درجة فيها اللي هي سبعة أمبير مثل ما هو مكتوب على الليفل اللي انتوا شايفينه فأنت مباشرة بكل وضوح تقدر تعرف إيش الأمبير اللي تناسب معاك وإيش الجهاز أقل أمبير فيه فمثل ما شرحت لكم هذا الجهاز الطن فيه أقل درجة فيه اللي هي 2 أمبير ومن خلال الجدول الموجود تقدر تعرف شو أعلى رقم وأقل رقم أيضا من الإضافات الجديدة اللي عملنا في هذا الجهاز خاصية الواي فاي طبعا خاصية الواي فاي كخاصية موجودة من قبل وأنتوا أكيد تعرفوها جربتوها لكن كان في رغبة عن بعض الزباين أنه يستخدم خاصية التحكم بالأمبير عن طريق الواي فاي هاي ما كانت متاحة قبل لكن الآن صارت متاحة وبتقدر أنت عن طريق الرموت أو عن طريق الموبايل تاعك عن طريق ربطه بالواي فاي تغير وتتحكم بالأمبير أيضا أيضا من الإضافات اللي موجودة فيه هاي القطعة طبعا رح تلاقوها موجودة بالقطعة الداخلية هاي القطعة لونها أخضر هي عبارة عن فلتر حساسية الليرجي فلتر هاي إضافة جيدة وتتناسب يعني مع كثير ناس رح حسوا بفرق من خلالها هاي طريقة وضعها كثير مسهل جدا هي أسفل الفلتر الرئيسي رح تلاقي مستطيل موجود هذا المستطيل مجرد ما أنت نصبتها فيه وترجع فلتر مكانه رح تكسب فوائد هاي القصية مثل ما بتعرفوه في التطبيق خاص بلجي منتجات الجي ليس فقط يعني مش فقط في السبالة في كل منتجات الجي سواء فلاجة غسالة سبلت اللي متتوفر في هاي الخاصية الآن في السبالة الجديدة متوفرة في هاي الخاصية بالإضافة اللي توفرها فيها فيها إضافات جديدة هاي الإضافات من خلالها بتتيح لك تحكم أكثر وأشياء مكانك تشوفها أو تعملها سواء كانت جدول زمني أو تحكم بسرعات أو تحكم بالأمبار أو تحكم بموعد تشغيل أو إطفاء الجهاز من الخصائص الجديدة اللي راح تلاحظها مباشرة أول ما تضيف السبلت على تطبيق الثينكيو أب على سبيل المثال راح تلاقي اسم الجهاز مباشرة طلع عندك ICA Plus اللي هو i-Control أمبار Plus اللي هو الجنريشن الجديد من التحكم بالأمبار برضو راح تتيح لك من خلالها تحكم بدرجة حرارة بشكل لطيف بحيث أنك تزيد أو تنصي الحرارة اللي تناسبك برضو سرعات المروحة كل درجات سرعات المروحة بإمكانك تتحكم فيها بالإضافة لتدفق الهواء سواء يمين يسرى أعلى أو أسفل بالإضافة لخاصية الجيتمود اللي تعطيك تبريد سريع لمدة 30 دقيقة حتى تسعفك بتغيير حالة الجو في الغرفة برضو خاصية الايونايزر اللي هي من خلالها تطلق ايونات هاي الايونات تحتبع لها شحنات خلينا نحكي موجبة أو سالبة هاي الشحنات من خلالها بتتساهم في تلقية الهواء وتعقيمه بالإضافة للخاصية الجديدة تحكم بالأمبير مجرد ما تحكم بالأمبير مباشرة راح يعطيك التحكم بالأمبير الاعتيادي والتحكم بالأمبير التلقائي اللي من خلاله بيكتشف مصدر الكهرباء إذا كانت وطنية حتى يشتغل على full inverter mode وإذا كانت مولدة حتى يشتغل على وضعية التحكم بالأمبير اللي تناسبك ترجمة نانسي قنقر